مثلا في بلدان في بلدان تجد أن الموقع الشوارع يكون مثلا هذا الشارع خمسة أدوار كل البيئة يكون هذه المدوار لونها أسر سمع أيضا إلى الكماليات التي تدلع على ثقافة الفلاد هل تفح العوادم المصانع؟ لا هذه البيئة البيئة ولكن ما نقصد الجمالية هي المدن الشكل الخارجي في المدينة نظام الشوارع مسافة الشارع احترام الشارع حتم المحلات التجارية أعلم أنه يكون هناك بإدارة لا إدارة من فوق إدارة تطلبون إدارة هنا الشارع ولكن انت لا يعني تشفيه يا من علوي الفلاس رقيهة بصراع الثالث يتسمى بلدان خلي الفلاس الفلاس رقيهة بصراع ثم يسمى إقتصاد العام إنتصاد العام البيئة الإقتصاد Это هي إقتصاد وهي إنتصاد وهي إنتصاد وهي إنتصاد الخاص هناك إنتصاد وهي إنتصاد إنتصادela إنتصادة الغيلا LTL التي لها نظام ومحن الدارة والأمام وليس قطعت غير المهكل والبعن المتجمبلين المحلات التي بيس لها نظام ومسجلين بالسغرات ويقولون أجلهم مسمى قطاع خير المهكل فلذلك أسحابه بسطات مسمى قطاع غير المهكل ولذلك قطاع غير المهكل هذا يحتاج لها إلى تنظيم وضع تنظر أسواب وإنشاء أماكن وعلى أجل الأجل هذا نظامات إلى أمس خصائص النظام الضطري أول خاصة أنه تتولاه صفة تبكية تتولاه خاصة لغة صفة تبكية الخاصة الثاني يسمى السفة الانتراضية الإدارة منفردها تقوم بإصدار قوامل بشكل قرارات والأفراد ينتزمون بها إذن سفة الانتراضية السفة الوقائية تبقى أنه مذكور عدو لكنها موجودة لكنها موجودة السفة الوقائية الموقائية ما نتعلم وهو ضبط وقائي يسبب حدوث القلب ليس كما الضبط 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 الصفة التقديرية نسموها السيادية لماذا السيادية؟ لماذا السيادية؟ تقديرها؟ لا تقديرها؟ لا تقديرها؟ لا تقديرها يا طفايت تقدر ومين نقدرها؟ السفة التنسيليية وذلك هي من سيادتها واضح لأنه في سيادة حتى لو شكلتها شكلتها شكلتها؟ نعم والدولة لها وهو الإقليم والشعب والشرد والصر يسمى الاعتراض هو السيادة السيادة الوعات السيادة الداخلية سيادة الدولة في تطبيق قوانين قوة الدولة في تطبيق قوانين هذه اسمها السيادة داخلية والسيادة الخارجية هي الاحترام من آخرين لأنك تضب قوارمك تشكلها لأنك لك سيادة داخلية أساساً إذاً قوة القوارم الداخلية هي تحكسها السيادة الخارجية وبالتالي السطرة التنفيذية سيادتها في التقدير سيادتها في التقدير في طرأة شئ التقدير إذاً الخصائصه السفل التنفيذية والخاصية الأخيرة المعيارة الشكلية المعيارة الشكلية المعيارة الشكلية يقصد بها من هو الشخص الذي نفعل هذه أو أن يحوّل لها بإصدار هذه التقديرات سلطة التنفيذية هناك سلطة التنفيذية بصفة عامة ولكن مقسمة على مستوعية سلطة التنفيذية ولا يبغيين المعيارة السلطة التنفيذية يقلون ما هو الشكلية سلطة تنفيذية السلطة العلياة متنفى الرئيسة البنجولية وقعتها دستور مدارة من مادة موحي تقريباً واحد إلى سلطة الرئيسة المجارة المترجم للقناة المترجم للقوانين المترجم للقناة 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 مستوى أمن المواطن مادياً ومعنوياً وصحياً سبعة ما علامة الضبط الإداري لتحسين القول المعيشي للفرد والمؤتمر ثمانية ما هي التحديات التي تواقه عملية الضبط الإداري وما طرق التغلق عليها أهمية الدراسة تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تصلق الضوء على الدورة الكبيرة التي ترعبه إدارات وأقسام الضبط الإداري والأثر البارد الذي يتركه موضوع هذه الدراسة في النهوض بمستوى العمل الأمني في أوصاق المكتمع وكذا الخلوم بدموعاً بالتوصيات من شأنها أن تسهم في التوعية بأهمية إنشاء إدارات خاصة بالضبط الإداري في كافة المكاتب التنفيذية ومؤسسات القطاع العام وتكمن أهمية الدراسة أيضاً في كون موضوع الضبط الإداري وعملية مستمرة في الموارد البشرية تستمت قيمتها مما تبلغه من صراحيات في المتابعة والحزم والضبط لسيطر الأداء الوظيفي وهذه مهمة تحتاج إلى مهارات وقدرات ووسائل تتغير في الاستمرار وفقاً لاحتياجات العمل واحتياجات مستوى أداء الأفراد ولذا فإن الضبط الإداري والمتابعة المستمرة تحقق التطوير المستمر للموارد البشرية وزيادة في العملية المتاجية ورفع مستوى أداء الإدارة عينة الدراسة وحدودها عينة البحر مجموعة عشوائية للموظفين أبطاء العام الحدود المكانية إدارة المرور وإدارة عام سلطة محاولة تعز إدارة البحر الجنهي الحدود الزمانية خلال الفصل الأول من عام 2021 و2022 فرضية الدراسة استخدم الباحث الفروض التقريري التالي واحد رقود تدني في مستوى الضبط الإداري في الإدارات والمكاتب المعنية بهذا القمر بصفة عامة وفي الحدود المكانية لهذا البحر بصفة خاصة اثنين تفشي ظاهرة حمل السلاح مما تؤدي لتدهور الأمن وعدم الاستقرار وإقلاق السكينة العامة وإنتشار جرائم القتل ثلاثة عدم الاهتمام بجانب النظافة والقصور الحاصل من قبل صندوق النظافة لأن الصحة العامة هي أحدى الأغراض التي من أجلها وقدام وشرع الضبط الإداري أربعة تدني روح الشعور بالوادل وقتل روح الإقدام وتعطيل الأعمال وتراكمها خمسة التحاول الاستثار من قبل بعض القيادات في تحمل مسؤولية القيام بالضبط الإداري والحد بانتشار الجريمة والعمل على استثباب الأمن وتوفير السكينة العامة ستة عدم الاهتمام الكثير من المكاتب التنفيذية بموضوع الضبط الإداري سبعة غياب الضبط الإداري والرقابة الإدارية والمنشآت الإدارية مما أدى إلى ضحف مستوى الأداء الوظيفي منهجية الدراسة والإقراءات إن منهجية هذه الدراسة كانت تعتمد على المنهج الوصفي التحليدي والذي يعتمد على استبانه لمعرفة آراء عينة البحث وقد تكونت الدراسة من فصلين الفصل الأول اجتمل على الجانب المظري وفيه ثلاثة مباحث المبحث الأول يحمل عنوان الضبط الإداري ويحتوي على تعريف الضبط الإداري وماهيته ونشأته فالضبط الإداري عبارة عن مجموعة من الإقراءات الملزمة التي تفرضها السلطة الإدارية بقصد تنظيم ذرية الأفراد وتقييد أنشطتهم صوناً للنظام العام في المجتمع وحق الإدارة في اتخاذ الإقراءات الضبطية يقوم على أساس أن حقوق وحرية الأفراد ليست مطلقة وإنما هي مقيدة بعدم الإضرار بالمجتمع كما أن الحقوق والحرية الفردية مقيدة بعدم إضرارها بحقوق وحريات الغيب وطبط الإداري معناه طيق هو النشاط الذي تباشره لهيئات الإدارية وتمس به حرية الأفراد ونشاطهم الخاص لغرض استدباب الأمن وصيادة النظام العام وإعادته إلى الحالة التي كان عليها إذا مضطرب واختب وقد حدد منهوم النظام العام بالقانون الإداري بثلاث موضوعات هي الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة وقد تم إبافة غرض رابع من أغراض الطبط القضاء إلى الأغراض السابقة وهو المحافظة على الأخلاق والآداب العامة فقد أوبت مشرع اليمني الاتزام بالأخلاق والآداب العامة وتجريب ومنع أي فعل من شأنه الإخلال بالنظام العام والآداب وخدش الحياة حفاظاً على الجانب المعنوي والأدبي لأفراد المجتمع ويقصد بالضبط القضائي الإجراءات التي تتحدها السلطة القضائية للتحري عن الجرائب بعد وقوعها والبحث عن ملتكبها تمهيداً للقرض عليه وقمع الأجلة اللازمة بالتحقيق معه ومحاكمته وإنزال العقوبة به ومن ثم فهذا الضبط القضائي يتفع مع الضبط الإداري في أنهما يستهدفان المحافظة على النظام العام إلا أنهما يختلفان من حيث السلطة المختصة بإجراءه والغرض منه وطبيع حده فمن جهة تتولى السلطة التنفيذية وظيفة الضبط الإداري بينما تتولى السلطة القضائية ممثلة بالقضاء أو أعضاء النيابة العامة وممثليها وظيفة القضائي فالضبط الإداري يتميز بالصفة الوقائية حيث يهتم أساسا بدرج الأخطار والحوادث والقرائم التي قد تهدد النظام العام بالحيلولة دون مقوعها لكل السبل والوسائل وهي إذن نقعة يسعى الضبط إلى تلافي انتشارها وتحديد إطار مخاطرها مخاطرها أتوى الضبط الإداري إلى صيانة النظام العام في المقابة التي تفرع إلى شعب الثلاث الأمن العام موسيقى